دلوقتي مشاهدين الساعة 8 بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكرا منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا بضل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عقب مباحثاتهم اليوم بقصر الاتحادية أشر الرئيس السيسي إلى إجرائه مباحثات مكثفة وبناءة مع نظيره الموريتاني تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية من جانبه أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تهنئته لمصر وشعبها على الإنجازات التي تحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي أكد الرئيس الموريتاني أن قوة مصر هي قوة للأمة العربية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة وجود اتفاق يمكن القطاع الخاص في مصر والسعودية من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة في ملف الصناعة تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها غدا في الأسبوع الثالث بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء وتبدأ الجلسات بالمحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة الزراعة والأمن الغذائي على مائدتها قام رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولينا شينباييف تنفيذا لقرار رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بتسليم وسام الصداقة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ يأتي ذلك تقديرا لمصر ولدور المستشار عبدالرازق في دعم أواصر التعاون المصري الكازاخي على مختلف الأصعدة يذكر أن هذا الوسام الذي تم إهداؤه لرئيس مجلس الشيوخ من أعلى الأوسمة في دولة كازاخستان افتتح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار محمد ناصف الندوة التثقيفية لرفع جدارات قيادات الهيئة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأكد ناصف أن تنسيقية شباب الأحزاب تضم مختلف الكوادر البشرية القادرة على التحقيق الكثير من أجل مصر مشيرا في الوقت نفسه أن التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم القضاء على الأمية أعلنت السعودية والولايات المتحدة استمرار التواصل مع ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذين بقوا في جدة للتوصل إلى هدنة جديدة وطالبت الدولتان طرفين نزاع بالاتفاق على هدنة جديدة وتنفيذها في أعقاب انتهاء الهدنة السابقة السبت وأشارت إلى أن الهدف النهائي هو التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية وأوضح بيان صادر عن كل من الرياض وواشنطن أن المناقشات ركزت على تسهيل وصول المساعدة الإنسانية والتوصل لاتفاق بشأن خطوات سريعة يجب على الطرفان اتخاذها قبل استئناف المحادثات ورياضيا حقق الأهل الفوز على ضيفه الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما على استاذ القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا تقدم الأهل بهدفين عن طريق كل من بيرسيتاو في الدقيقة السابعة والأربعين ومحمود كهربا بالدقيقة التاسعة والخمسين بينما أحرز سيف الدين بوهراء هدف الوداد في الدقيقة السابعة والثمانين ويقام لقاء العودة يوم الأحد المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لتحديد المتوجي بدوري أبطال إفريقيا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل